بأن حد يكون فعلاً مؤمن بالحرية. أنا عارف أنه لما واحد يبقى هو ما عنده أي نوع من المبادئ ومش مهتم بحاجة. يستغرب أنه ممكن حد في بلد تانية يهتم ويبقى عنده مبدأ. أنه يساعد الناس على نوع لحريةهم. طبعاً هذا شيء غريب لعباد الأنظمة. والمشكلة أنه الثقافية على المستوى الشعبي كمان سائدة. يعني في كثير ناس يفكرون أنه الأنظمة بالحقيقة أو منظمات حقوق الإنسان اللي بتاخد تمويل خارجي. معناته هي عم تخدم أداة خارجية. ما بيسألوا حاله أنه ليش هذه المنظمات أصلاً مضطرة تاخد تمويل خارجي. في قبل هذا سؤال. على كده الأنظمة بتخدم أجندات خارجية؟ أفهم من كده أن النظمة المصرية من وقت كام ديفيد هي عميلة لأمريكا؟ ولا كام ده بقى أنتم بترفضوه؟ هي عميلة للبنك الدولي؟ هي عميلة لسندوق الناد؟ ما الأنظمة نفسها بتاخد تمويل ومعاونات خارجية؟ هذا التناقض اللي بيصير عنا دائماً. أننا نعطي للحكومة حقوق ما نعطيها للمجتمع المدني. وبرجأة أقول المجتمع المدني هو الأساس. نحن هل نخول الحكومة بقضايا معينة بس مو بكل شيء. الحكومة إلا دور. بس المجتمع المدني إلا دور. وأحيانا الأدوار تتقاطع. الحكومة ممكن تعمل حملة توعية مثل ما حكينا بموضوع تكاثر السكاني. مثلاً ممكن تعمل حملة توعية حول موضوع الحد من النسل. بس المجتمع المدني إلا دور كبير كمان بالتعامل مع هذا الموضوع. لأنه موجود بكل مكان. أنت ذكرت التهم يتعلق بالتمويل. التهم دائماً تكرار بيأخذوا فلوس من بره. طب أنا عندي سؤال. هل أنتم سامحين أصلاً بتمويل داخلي لأي منظمة بتشتغل على الموضوع؟. هل أنا لو عايز أشكل جماعية بخصوص حوال الإنسان حوال الحيوان. أي جماعية ما هل من حق أن أنا أعملها والأعرف أعملها بسهولة؟. أم أنت بتضع قيود. وبتضع قيود على التمويل عشان تعملها مستحيلة؟. هل إحنا دولنا أصلاً فيها ثقافة أن أنت بتبرع لحاجات غير دينية لخدمة المجتمع؟. للأسف الثقافة دي مش موجودة عندنا. التبرعات أساساً للمؤسسات الدينية فقط. فمشكلة التمويل لو نظامات دي بتاخد تمويل خارجي لأنه ما فيش بديل لهذا.